بيتكون الحيوان المنوي من أربع أجزاء رأسية وهم الرأس والعنق والقطع الوسطى والديل والكل مكون من الأربع مكونات أو الأجزاء دي دور بيساعد الحيوان المنوي في القيام بوظيفته طيب هي أي وظيفة أصلا الحيوان المنوي اللي المفروض المكونات دي بتساعده فيها وظيفة الحيوان المنوي هو أنه لما بيخرج من الخصية ويمشي في طريقه داخل الجهاز التناسولي الزكري بينتقل بعد كده للجهاز التناسولي الإنسوي وبيدخل الرحم وينتقل من الرحم لحد ما يوصل للتلت الأول من قناة فالوب علشان يختارك البويضة ويعمل لها إغصاب وتبدأ بعد كده مراحل تكوين الجنين الأجزاء الأربعة للحيوان المنوي أن عليهم الرأس والعنق والقطع الوسطى والديل أول جزء في الحيوان المنوي وهي الرأس الرأس بيكون فيها نواة فيها 23 كروموسوم 23 كروموسوم بس علشان كده بنرمز للحيوان المنوي بنون بس يعني عدد فردي من الكروموسومات والكروموسومات دي اللي بيكون عليها جينات الأب اللي بيورسها لأبنائه يبقى كده رأس الحيوان المنوي بيكون فيها نواة بتحتوي على 23 كروموسوم والجهز الثاني اللي بيكون موجود في مقدمة الرأس اسمه جسم قمي أو أكروسوم بيكون موجود في قمة الحيوان المنوي ووظفته أنه بيفرز إنزيم اللي هي ليورنيز والإنزيم ده مؤم جدا لأن البويضة بتكون مغلفة نفسها بغلاف متماسك بفعل حمد اسمه حمد الهياليورنيك والحيوان المنوي علشان يخص بالبويضة لازم يخترقها وبالتالي لازم يدوب جزء من غلاف البويضة المتمسك بفعل حمد الهياليورنيك وطبعا بيدوب جزء من الغلاف ده بفعل إنزيم الهياليورنيز اللي بيتفرز من الجسم القمي في رأس الحيوان المنوي الجزء الثاني معانا من الحيوان المنوي وهو العنق العنق بيحتوي على الجسم المركزي أو اللي اسمه سنتروسوم والجسم المركزي الواحد بيتكون من سنتريولين يعني الجسم المركزي الواحد هو عبارة عن اثنين سنتريول الجسم المركزي ليدور مهم في انكسام البويضة المخصبة ما هو الحيوان المنوي لما بيندمج مع البويضة يعني كده بيخصبها فتبقى اسمها بويضة مخصبة البيضة المخصبة دي بتقعد تنقسم شوية انقصامات ميتوزية لحد ما تكون الجنين اللي بيساعد البيضة المخصبة على الانقصام هو السنتروسوم اللي هو الجسم المركزي واللي بيكون عبارة على السنتريولين كل واحد منهم بيروح في ناحية من قطبي الخلية وبيسحبوا الكروموسومات بواسطة حاجة اسمها خيوط المغزل في النحيتين علشان تنقسم الخلية وتبقى اتنين وكل واحدة منهم بيكون فيها نفس العدد من الكروموسومات او الجسم المركزي ده بيكون موجود في عنق الحيوان المنوي نيجي بعد كده لجزء الثالث وهي الكطعة الوسطى الكطعة الوسطى بتحتوي على الميتوكوندريا وطالما ميتوكوندريا يعني وظيفتها انها بتوفر الطاقة اللازمة لحركة الحيوان المنوي الحيوان المنوي مش بيتغزى على اي حاجة لانه بيتغزى على الفراكتوز اللي هو سكر الفواكه طيب ليه الحيوان المنوي بيتغزى على الفراكتوز ومش بيتغزى على الجولوكوز زي معظم خلايا الجسم الاجابة لان الجولوكوز بيحتاج لأنسولين يدخله جوه الخلية فلو ما فيش أنسولين الجولوكوز مش هيقدر ان هو يدخل للخلية علشان كده معظم مرضى السكر اللي عندهم مشاكل في الأنسولين بيدخلوا في حاجة اسمها غيبوبة السكر بسبب ان الجولوكوز مش بيقدر ان هو يدخل للخلية والخلايا بعد كده مش بيقدر ان هي تحصل على الطاقة اللازمة لأداء وظيفها لكن الفراكتوز اللي هو سكر الفواكه مش بيحتاج للأنسولين فلو كان فيه أنسولين او ما فيش أنسولين كده كده الحيوان المنوي هيفض فراكتوز اللي هو غزائه وكمان الحيوان المنوي مش بيقدر ان هو يخزن الفراكتوز جوه لان الفراكتوز اصلا بيكون موجود في السائل المحيط به اللي هو السائل المنوي اللي بتفرزه الحبيصلاتان المنويتان الميتوكوندريا بتكون موجودة في القطعة الوسطى بتاخد الفراكتوز تعمل له تنفس خلوي وتافض منه طاقة وتبعثها بعد كده للديل علشان يستهلك الطاقة دي في الحركة الجزء الرابع والأخير معانا في الحيوان المنوي وهو الديل الديل بيتكون محور في نهاية قطعة اسمها القطعة الزيلية وظيفة الديل ان هو يساعد الحيوان المنوي على الحركة لبقى كده احنا معانا الحيوان المنوي بتكون من اربع اجزاء رأسية وهم الراس والعنق والقطعة الوسطى والديل الراس بيحتوي على نواة بيكون فيها 23 كرموسو وكمان بيحتوي على جسم كمي بيكون موجود في مقدمة الراس بيكون بافراز انزيم الهيلورنيز اللي بيعمل على ازابة جزء من غلاف البوايدة علشان يساهل عملية اختراق الحيوان المنوي للبوايدة الجزء الثاني اللي هو العنق قلنا ان هو بيحتوي على سنتريولين اللي اتنين مع بعض بيكونوا حاجة اسمها الجسم المركزي اللي هو السنتروسون واللي بيكون ليه دور مهم في انقصام البوايدة المخصبة والجزء الثالث وهي القطعة الوسطى اللي بتحتوي على الميتوكوندريا واللي وظيفتها ان هي بتوفر الطاقة اللازمة لحركة الحيوان المنوي وجزء الرابع والاخير معنا وهو الديل وقولنا اللي بيتكون من محور بينتهي بحاجة اسمها قطعة زيلية ووظيفته انه بيساعد الحيوان المنوي على الحركة فدلوقتي تعالنا نشوف ايه اللي يحصل بالترتيب الحيوان المنوي اول ما يوصل للرحم وسط الرحم بيكون حمدي فييجي هنا دور السائل المنوي اللي بتفرزه الوداد التنسلية الملحقة واللي بيكون قلوي فبيعادل الوسط الحمدي علشان يكون وسط مناسب لمرور الحيوانات المنوية بعد كده الحيوانات المنوية بتحتاج لطاقة علشان تقدر ان هي تتحرك فييجي هنا دور الميتوكوندريا اللي بتكون موجودة في القطعة الوسطى اللي بتاخد من سكر الفراكتوز اللي بيكون موجود في السائل المنوي واللي بتفرزه طبعا الحويصلتان المنويتان فبتبدأ الميتوكوندريا تاخد الفرنقطوس ده وتعمل له عملية تنفس خلوي وتاخد منه الطاقة وبتديها للديل علشان يقدر يتحرك ويوصل للتلت الأول من قناة فلو واللي بيكون فيها البويضة والبويضة قلنا ان هي بتكون مغلفة نفسها بغلاف متماسك بفعل حمض اسمه حمض الهياليورنيك يجي هنا دور الجسم القمي اللي بيكون موجود في مقدمة رأس الحيوان المنوي واللي بيفرز انزيم اسمه انزيم الهياليورنيز اللي بيدوب جزء من غلاف البويضة فبيدخل رأس الحيوان المنوي والعنق بس الى داخل البويضة وتفضل القطع الوسطى والديل برا علشان كده الانسان مننا بيورس الميتوكوندريا بتاعته من الام مش من الاب لان القطع الوسطى للحيوان المنوي واللي بيكون فيها الميتوكوندريا مش بيقدر ان هي تدخل الى داخل البويضة بعد كده بيندمج الحيوان المنوي مع البويضة 23 كروموسوم اللي في الحيوان المنوي مع 23 كروموسوم اللي في البويضة بيكونوا البويضة المخصبة واللي بتحتوي على 46 كروموسوم ابن المزلعة بعد كده بالرمز 2 نون بعد كده البويضة المخصبة بتغلف نفسها بغلاف بيمنع دخول اي حيوان منوي تاني بعد عملية الاغصاب وبعد كده البويضة المخصبة بتبدأ منها تنقص ميتوزيا بمساعدة الجسم المركزي اللي بيكون موجود في عنق الحيوان المنوي وبكده يبقى لنا دور مكونات الحيوان المنوي بالترتيب لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو لست مش مشتركين وتكتبوا لي تعليق كويس ومتنسوش تشاركوا الفيديو مع كل اصحابكم علشان الكل يستفيد اشتركوا في القناة